مين قدي؟ مين قدي؟ محمد الخطيب وعناب يستقبلوني قديم؟ حبيبي شخ بارك الحمد لله بخير عناب شخ بارك اليوم عندي سوالف وايدي أنا وياكم عناب بنا نطلع أحف المقابلة هذه وأنا أتراياكم يالله عادي محمد أنا شفت صفحتك في السوشال ميديا وقلت لازم أي عندك وتعلمني كيف أنت مرتبط بهالكائنات الجميلة هذه علاقتي علاقة قوية جداً وياهم من كنت صغير حبه ربي العصافير الصغيرة والباط هذه الأمور يعني لأي حد يشوفها يستنس عليها نعم عقب اللفتني انتباه هذه الطيور الناطقة وحبيت أني أدخل في تفاصيل أكثر وياهم من هو أول واحد كان عندك؟ أنا شوف ما شاء الله عندك كذا واحد من هو أول واحد الذي فتح المدار حق غيره؟ أول واحد كان الرمادي الأفريقي الكاسكو في سنة 2011 ما شاء الله وعقبها مات بعد شهرين مات طريق أني أكرر نفس المحاولة وأنني أخذ الطير ثاني في 2013 والحمد لله لأن الآن الطير موجود عندنا يعني سنقول هو الطير الأفريقي الكاسكو الأفريقي صح؟ نعم هو اللي فتح لك المجال ودخل محمد إلى عالم الطيور ومحمد الآن مغرم بالطيور ما شاء الله نعم الحمد لله قمت توسع في الطيور أشوف الأنواع الثانية نزيل محمد أعرف منك كيف أنت دخلت لهذا العالم وأنت مستانس فيه لأن نشوفك على السوشال ميديا ما شاء الله كل يوم تتصوروا معهم كيف عندك الوقت أن تأخذ الوقت هذا الكافي معهم؟ لما أنا هذا الشغفي عرفت؟ وأنا في مرحلة من المراحل كنت دوم أبحث عن المعلومة وكتفت قدها فكان علي أن أسوي جهد أبذل جهد لأن أحصل هذه المعلومة فهذا كله يعني يجعل عندك مثل عادة أنك تتم قريب إياهم سواء من ناحية الطلاع أو تعامل مباشر هل تعامل إياهم صعب أو سهل؟ تعامل إياهم لازم تفهم سلوكياتهم تفهم شو اللي يعزز السلوك شو اللي يخفف السلوك هذي الأمور يوم تعرفها بتقدر تضبطهم مثل محمد يقولون دوم اللي يربي شيء ويباعي يتكلم فلازم يعزل نفسه ويا الفترة معينة مثلا تتم وياه في البيت الفترة معينة تتم تعلم الكلمة هذي أكثر من مرة عسب يتعلمها هل الشي صحيح؟ صحيح أنك لازم تعزلها في غرفة في لحظة التعليم مثل كأنه عنده حصة حصة دراسية مثلا وبشكل يومي تسوي له روتين هو عقب يعرف أنا عندي في هالوقت الأفلاني لازم أدخل ويا هذا الشخص يسمعني كلمات طبعا لازم تتراعي بعد عدة ظروف العمر نوع الطير اللي عندك هذي ضرورية المكان اللي متواجد فيه الطير الغرفة تكون بدون مشتتات عسب أنك يوصل الصوت للطير بشكل صافي ما هو العمر اللي بدأ يتعلم؟ متى؟ هو فيه دراسات على الطيور المغردة متى يستقبل أكثر شيء؟ يستقبل يوم يكون في عمر الفرخ يعني العمر شهر وشهرين هو يبدأ يخزن فأنت لو قدرت تبدأ من هنا ذلك لكن هذا شيء صعب يعني في محيطنا في الخليج غالب الطيور توصلنا عمر أربعة شهور خمسة شهور هذا بعد ذلك وحتى لين معاك ثمانة شهور تسعة شهور هذا كلها ذلك لكن الأفضل الأفضل بتيت تقيس أول شهرين أصغر أول شهرين تحطل لهذا ليس شرط أن يتكلم لكن يخزن على حسب علمي أن عنابة عناب عناب على حسب علمي أن عناب حافظ النشيد الوطني هو أول طير في المرات حافظ النشيد الوطني هو الوحيد ما شاء الله وكيف حفظتها نشيد الوطني بدلا عندي أعلمت كم كلمة كم جملة صغيرة شفت أنها عندها القابلية وحبيت أني أتوسع في هذا المجال وأقدم شيء ملفت شيء مش موجود والفكرة يأتي بعد من الأهل فبدأت معه خذ مني تقريبا شهر بدأ يتمتم يلخبط فيها قمت أعزز له كلما أرى يقول له أحاول أعطئ كاف يعني عسب أنه يتم استمر في اللخبطة ما له وكلما زادت اللخبطة ها مواشر زين مواشر زين له عسب أنه يكملها نياسي تحلم خذ مني ثلاثة أربعة شهور عقب كان فيه تمرين ثاني ويطير بحيث أن يحطه على إشارة بحيث أنه يكون الفعل فعل أمر النشيد الوطني يعطيك النشيد الوطني هذا تدريب روحه يأخذ مني وقت يعني بعد نفس المدة يمكن كم المدة تقريبا؟ يعني إلينا تقنها وبشكل هذا يمكن وصلت سنة يعني وأنا أدرب فيه ما هي الأصوات التي ياسي طلعها هناك؟ يعني أشعر أنه غير منه أو شيء؟ شيء غيره وشيء بعد الأصوات التي في البيئة المحيطة الامبينت نويز كلها تأثر عليه تحفظه أنه يطلع أصوات بعد وهذا طبعا طير صغير في العمر الذي يطلع على الأصوات يحاول أن يطلع على الأشياء التي يسام عنها أيضا هو حين يبقى كان يقول محمد تعال طلعني من داخل هي بعد لغة التواصل هي لغة التواصل لكن الآن في ظرفنا هذا لأننا سأتكلم أي فهو بعد يستوي عنده مثل أصوات تحفظ أن يتكلم ليس فقط أن تكون تواصل في هذه اللحظة في الغالب هي تواصل لكن في هذه اللحظة لأنه فيها أصوات حولنا كيف تفهم إذا هو مثلا تعبان يوعان يبقى شيء كيف تفهم عليه؟ الممارسة هي التي تجعلك توصل لهذه المرحلة فيه مهارات لازم تتعلمها فيه منها تكتسبها فيه منها على الطلاح شخصية مثلنا نحن شيء طيور شخصيتها قوية ما يهمها للناس الموجودين في بيئتها شيء طيور لازم أنت تتدربة تعلمها وهذا الشيء أنت مثلا تخلق لك كل مرة يكون نفس الأشخاص موجودين فما تقدر تتحكم في هذا الشيء فيه بعضهم يكون أصلا أولا دخل علينا ما شاء الله يسلم علينا بس عندنا بدخل لا أنا روحي للتنمون شخصية جامدة هل يختلف عليك التعايش معهم في فترة الصيف والشتاء في الشتاء الموضوع يستوي حساس الموضوع لدي جميع المربين تزيد مكانية تعرضهم للأمراض لماذا؟ الجو يستوي بارد فمكمرات لا ننتبه لهم يعني تصيبهم أمراض تكون فتاكة لهم لذا أي مربي طيور يحب فصل الصيف أكثر من الشته نعم هناك شمس طيور في أمان أكثر لكن بشرط أنه لا يتعرضون لتكيف يعني تكيف بشكل مباشر بعد التكيف المباشر الشراط الشراط الجو الشتوي كيف تفاعل الأهل معهم في البيت؟ هل هم حبّين الطيور؟ هل هم فرند لي معاهم أم لا؟ في البداية واجهت صعوبات لأن أريد الأهل يتقلمون وبعد أن أعاني لماذا؟ دوم أركز على موضوع في السوشال ميديا يوم أنصح نصيحة مثلا أقول لهم خل الثقافة هذه منتشرة عند الجميع جميع أفراد الأسرة مثلا عندما أقدم نصيحة لشخص هذا الشخص يجب أن يوزعها لك لماذا؟ أنت تعاملت معه بطريقة معينة أحد ثاني أعزز للشيء خاطئ بطريقة معينة مثلا ها قام يصارخ أنت تعرف كيف تتعامل معه لا تقرب صوبة هكذا شخص هاي صارخ يصير عنده يلعب وياه هل هي شيء تطير فهم؟ هل يجب أن يصارخ عسبه حصل اهتمام من شخص معين صح فأنت لو هذه الإشكالية صح نفسه قبل شيء يصارخ كان يقولك خذني من داخل أو طلعني فأنت لابسه ما كلمته على حسب الموقف هاي لو طلعته يصبح متعود أنه كل مرة صارخ هاي صحيح هاي صحيح هاي صحيح هاي صحيح هاي صحيح نعم بالنسبة للأكل كيف تتعامل معهم بالأكل شو تأكلهم لكن عندنا لا نرى مهما حاولت صعب أنك توفر الغذاء الموجودة عندهم في بيتهم الأصلية لكن في الشركات هذا الأكل هو الكريات الملونة أو الكريات تأتيك على شكل البلتز هذا أعتمد غذاء أساسي لهم عسبني بعد لا أقوم بفوضة في القفص تحصل الناس مثلا تحط لك تفاح حموزة تحصل سوق خضار في القفص ليس حهر فهذا شيء أنا أبعد عنه أعطيهم لكن كميات قليلة بعد هذه السكريات تزيد عندهم إنتاجية بعض الهرمونات أخلي هذه الأشياء مع الدهون اللي هي الحب الشمسي أو الفستق لفترات التدريب رأيت مثلا يوم كان يتكلم كيف أقول لك عطا هذا هذه استراتيجية تبعها في تعاون اليومي معهم محمد قبل أن أتيب عن ناب كان بعده اسمه عن ناب صحيح؟ اثنينهم عن ناب اثنينهم عن ناب كان عن ناب صغير كان يسولف ويانا ويضحك ويانا وامورها تماما لكن عندما يبت عن ناب العود أشعر أن ناب خاف أو سكت قليل لماذا؟ ممكن أن يكون هذا فرض شخصي في هذا المكان فبدأ يرتاح عليه ممكن أن يأخذ وقت راحة قليلا لكن دعنا نرى سنحاول أن نسأله إياه رأسك رأسك أرى رأسك ها رأسك تضعها على أيدك ها لماذا تأضني؟ رأسك أرى سمعيكم 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 رأسك 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 سمعيكم رأسك 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 سمعنا قبل وشوي قاعد يقول الفصارات والسلام عليك هذا الأشياء يلقطها من البيت طبعا صح؟ لا أنا أدربه أدربه لازم أدربه لازم أتعلم أنت إذا تخيل أنت في يوم وليامي أتكلم على أحد ولقع طملك شو؟ دعني أكتلم على محمد أصبر هااااااا ماي باك رأسك رأسك ماذا تتحدث عن فتح اليوم بشكل عام كيف مقسم وقتك بها الطيور؟ لما انا وجهت اليوم اخلص دوام احاول اني يمرض البيت شي يصفي مخي من الاشياء اللي واجهتها خلال اليوم فاسيرة تفرغ لهم ساعة اشوف كلهم من هالأمور ادربهم لان هذا الموضوع الاساسي كل يوم؟ بشكل يومي حتى لو ان المرات تصعب علي يوم يكبرون في العمر لكن حتى انك تحافظ على كلامهم اللي هم حافظين الحين يبال الجهد مش بس شرط انك تعلم شايدين يعني تم ترادع ويعطي براكتس ويعطي انه يتم حافظ ان زي محمد لو غبت عنهم فترة انت سافرت شهر اسبوع اسبوعين هل يوم ترد تشعر انها مشتاقين لك صدق؟ ولا طيور ما عندها هالية؟ لا لا عندها المشاعر وتفتقد راعينها شي طيور بعد تنتف في عمارها وتأذي نفسها يوم ليش عظني؟ شو يبه فيني؟ عصب؟ عظني خلاص خليه في طيور شو تسوي؟ تنتف في عمارها تأذي نفسها شوق للشخص هذا اللي غاب عنه لانه خلاص اختفى هذا الشخص لا يعرف انت سرت يعني انا يوم انا سافر يوم اتعلم شي يديد هاي الف بالي دوم ما اقدر اخطي الا اكون عارف انه هذي الف مكان في حد يحطرهم اكد احد مهتم فيهم تدريبهم مستمر بعد لازم تدريبهم يتم مستمر هل تدريب يكون بسمة محمد ممكن ان يكون اشخاص ثانيين استعين مرات في الاجهزة جهاز التلقين اوكي انا استخدمه فعلا ومؤمن فيه شي ناس طلع عنا مثلا خرافات والله لو علمت طيرك من مسجل الطير ما بيكون جريء هذه الاستراتيجية استخدمتها ويهذا الطير شفت انت من يوم دخلته انه ما يسكت هذا تعليم اغلب من مسجل يعني استعين فيه فهي استراتيجيات اتباعها لا مشاهلا لي يعني هو فرندلي من اول ما دخل انا قلت لك حتى كنت اتكلم مع هبة قلنا انه اول ما دخل جريء فيه طيور اول ما تدخل تخاف في طيور اول ما تدخل تخاف في طيور اول ما تدخل يقول لك انا ما بتكلم الناس غريبة عليه ما اعرفهم فشوي شي عقب نص ساعة شوي بدي يتعلم هذا اول ما دخل ما شاء الله انت معل منه لدخل ميلس سامعيكم قال وشوي شوي اه يقولك ايه يبا يتفاعل شوي شوي بدي يتفاعل معانا اكثر يعني هو بس اللي خلاه يسقط وجود عناب العود صح هو اللي خلاه يخاف شوي وسبحان الله شخصية عناب العود تختلف عنه مع انت تقول عناب العود يعني هو الاقرب لك هي شو السبب انه هو اقرب واحد لك هو الاقدم بينهم هو اللي يساعدني ان يظهر في السوشيال ميديا هو اللي خلا الناس تعرف محمد اكثر تعرف شو محمد يقدم النشيد الوطني طريقة التقديم كلها امور ساعدتني يعني من ناحية هذا الطير الطير عزيز عليه معانا غريب لانه هو شخصيته شوي جامد جامد فانا انت سألتني بقولك اكيد عناب الصغير هو اللي طلعت لسوشيال ميديا حتى تؤكد كلامي هرأ هو ساعدني ان يقتني عناب الصغير اوك عناب العود يساعدني اني ايو طيور ثانية بعد ومرات يساعدني في تدريب عناب الصغير مثل من ناحية طيور كلها اللي عندك منو اقرب واحد اللي تحسين انه ذكي او هو اللي بيكون رقم واحد بالسوشيال ميديا وياك شوف من ناحية الذكاء اه الرمادي الافريقي اللي عندي الكاسكو لكن من ناحية السوشيال ميديا اه هذا كان البداية هي وهذا مثل ما يقولون الحاضر عرفت الحاضر وممكن المستقبل يا اخي اسح حرم والله يتطلع اصواتي خاطر يطلعوا ايانا خانطلعها زين حين بنبدله وياه عناب العود خاننا بنبدله وياه ناب العود عسب ان نشوف عناب صغير هاو بيتفاعل وياه بسوي لنا اكتفيت بنبدله احين شوف قال هيه زين بنبدله يا محمد انت قلت لي انه فيه اعاقة شو الاعاقة اللي فيه؟ العاقة انه جناحه ما يمتد مثل بقية الطير فما يقدر يطير ولا يرفرف هذا من اول ما يبتهوتين؟ ايه من كان صغير عمر شهرين هذه سبحان الله خلقية ولا يتعالج ما فيه بطريقة معينة ممكن نعادل فيها لا لا وهو ما اثر على حياته بس لهم انه ما يطير ما يطير هل تشوف انه مأثر على سلوكه او شخصيته انه يتم جامب على شخصيته له تأثيرات له تأثيرات لكن على حياته انه يعيش ويستمر ما لها اي تأثير وبالنسبة للغيرة اللي قلنا عنك هل اذا شافهم يطيرون هو ما يطير اغار بعد من هذا الشيء؟ هل تحس عليه؟ مرات ايه كيف تعرف انه بداي اغار؟ تشوف مثلا يومي متى ما يبون يوني يوني لكنهم ما يقدر هذا لازم انت تيبه؟ ايه لازم يحس انه سبيشال انت قمت لين عنده ويبته سبيشال لكن بعد هذه امكانيات يعني لو كانت عنده هو بيكون واثق من نفسه اكثر بعد صح نبدله بعناب الصغير أوه راسك 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 هلووووووو اهلا وسهلا ب PREK outlet هذا اسمه انب بعد نحن محمد ما شاء الله عليك كيف تميزهم بينهم كلهم خضر وكلهم النب كلهم يلو نب هذا ما يطير عليك صح؟ لا 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 مش العادة يوقف على الستاند ميز بينهم في العمر نزيل خليه انتك حين ما يطير عليك في العمر شوف الاستثار الموجودة على الرقبة هذا هو دليل النوع يلو نب على الرقبة هذا ما عنده لانه بعدها صغير يبتدي يكبر في العمر تظهر له هذه الريش الصفرة وتزيد كلمة كبر ما هو سبب اسم النب؟ طبعا الاسم مشتق من كلمة يلو نب وهي اسم انجليزي انا احب ان يكون لنا شيء اسم عربي قريب على اسامي العربية اسمي طيوري فيها وخصص هذا الاسم لأي طرق تنيه من نفس النوع فكلهم النب؟ اي نوع بتاعها من هالفصيلة بيكون اسمها النب؟ صح حلو حلو جميل انجلي هذان الاثنين شخصياتهم قريبة من بعض اكثر؟ شخصياتهم كشخصية هم مش قريبين لكن شخصياتهم قريبة من بعض يعملون كحين يتكلمون مع بعض اكثر مع الناب صح؟ ايه الاثنينتهم فيهم جرأة اكبر من الجرأة الموجودة عند الناب زي محمد الحياة انا مديع ودوامي وطويل واروح وهي وهذا لو ابا ربي طير هل تنصحني بهذا الشيء؟ لا اذا تقدر توفر من يومك ساعة 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 على الاقل بيكون زين ساعة كافية ساعة حالي تكون اقعدوا اياه وفيها كلاس وعلمه وكل شيء ايه كل شيء تنظف تغير طبعا يوم انت ما تكون موجود يوم انت ما تكون موجود اي شخص من افراد العائلة ممكن ياخذ دورك بشكل بسيط يعني بناحية للك الهذا يتوفهم يعني انا بالله شوف الصغير انا مم مرتاح على حسن ايبا يهجم علي فعشان تياس متوتر شوي بس قبل ما اختموا اياك ابا ألعب مع الناب لان صديقي استوى خلاص ألعبوا اياه شوي ونشكره على اللقاء الجميل طبعا نشكرك بادي محمد على اللقاء الجميل هذا عناب هلو 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 تعال ييني توقع تعال هلو ليش 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 بس 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 هلو هلو شكرا على اللقاء الحلو هذا وان شاء الله نشوفك المرة اللي آية لاني بشتري واحد وبييبا عندك شان تعلمه اوكي 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 راسك 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 هلو هلو شكرا على اللقاء شكرا على اللقاء شكرا على اللقاء